جيداً يا سيدات والسادة والأمور التي يجب أن نحسنها بالنسبة لمنتدى العام المقبل نحن إذا لم تتوفر لدينا فصح من الوقت فنحن سنفسح المجال لكي تقوموا بالتواصل معنا عبر موقعنا أو عبر البريد الإلكتروني ونحن سنقوم بإعداد ملخص بما تقدمتم به وذلك حتى نعطي الفرصة لجميع المشاركة سأطلب من المتحدثين أن يقدموا أنفسهم على أقصى اليسار لدينا السيد يويتشي إيدا وهو كان الرئيس بالمشاركة للمجموعة الاستشارية ماج في عام الفين ثلاثة وعشرين وهو أيضا مساعد وزير أو مساعد وكيل الوزير في وزارة الاتصالات وأشؤون الداخلية لدينا أيضا السيد فينت سيرف وأنا رئيس أمانة المنتدى مسانجو اسمي ولدينا على اليمين رئيسة المجموعة الاستشارية للمنتدى في دورتها المقبلة في عام الفين أربعة وعشرين وهي ستستمع بإنصاط لأنها هي من ستقود تنظيم المنتدى في العام المقبل وعلى أقصى اليمين لدينا الرئيسة الذي انتهت ولايته السيد بول ميتشيل والزميلة اسمها كارول روتش التي ستقوم بتنظيم المنتدى في العام المقبل أولا أريد أن أعطي فرصة للحاضرين هنا على المنصة لأرى إذا كانوا يريدون أن يأخذوا الكلمة فالهدف من هذه الجلسة هي أن نستمع ونأخذ ملاحظات وطبعا سنأخذ كل ما تقولونه في الاعتبار للعام المقبل تفضل لابند كما تعرفون أنا لا يمكن أن أقاوم أن أخذ الكلمة لدي بعض النقاط أولا أود أن أشكر زميلي من اليابان على استضافة هذا الاجتماع هنا في كيوتو إن مساهمة بلاده في هذا العمل هذا الأسبوع كانت رائعة وكانت المناقشات مثمرة أتمنى أن يكون هذا هو أيضا رأيكم ونتطلع إلى الاجتماع في أرياض في العام المقبل أيضا أود أن أشيد بقيادة المجموعة الإستشارية فإن القيادة كانت فعلا رائعة وأنا أشيد بالانضمام كارول إلى هذه المجموعة فهي التي ستقوم بقيادة التنظيم للعام المقبل أيضا أنا قد أحضرت معي الكراسة لكي أخذ ملاحظات بشأن ما ستتقدمون به شكرا مرحبا أنا أريد أن أقول أن نريد أن نستمر في التحسين تحسين منتدى حوكمة الإنترنت وأيضا تحسين ماج أي المجموعة الإستشارية متعددة الأطراف نريد أن نستمع إليكم ما الذي تريدون أن تحققوه إلى ما تريدون الوصول فإن الأمور كلها تتمحور حول التحول ونحن نريد أن نظل نقدم دورا له صلة بما تريدون تحقيقهم أنا شخصيا أتطلع إلى الاستماع إلى آرائكم بشأن منتدى هذا العام أعتقد أن المشاركة كانت غير عادية فأنا أتطلع إلى الاستماع إلى منظوركم وأود أن أشكركم جميعا على مشاركتكم النشطة وأعتذر عن أن صوتي منخفض في الوقت الحالي لأنه لا يمكنني أن أرفع صوتي أكثر من ذلك شكرا جزيلا في المقدمة ترون الميكروفونات ميكروفونين تحديدا فسندعو الذين يتقدمون للميكروفون على اليمين أن يأخذوا الكلمة ثم متحدث يقف أمام الميكروفون على اليسار وهكذا دواليك نحن قد لا تتوافر لدينا الإجابات عن أسئلتكم ولكننا سنفعل ما بوسعنا ولكل متحدث دقيقتين إنه من الصعب أن نقول لكم ما هو نطاق التحسين خصوصا وأننا نحبكم إنه أحد المنتديات الرائعة في العام الماضي سمعنا أن هناك 2.6 مليار شخص ليسوا متصلين بالإنترنت 2.7 واليوم أو هذا العام سمعنا أنهم أصبحوا 2.6 مليار هذا معناه أننا سنحتاج إلى 25 عام حتى يصل الإنترنت أو يتصل الجميع بالإنترنت فعلينا أن نغير من ذلك ونحن أيضا من الضروري أن نتحدث عن الوظائف وطبعا يجب أن نعطي المزيد من المجال بالنسبة للتطور فنحن مثلا هنا لدينا لجنة رفيعة المستوى أو مجموعة رفيعة المستوى للحديث عن الذكاء الاصطناعي ولكن مع وجود 2.6 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت لماذا لم تكن هناك مجموعة رفيعة المستوى للتعامل مع هذا الموضوع فأعتقد أن لدينا أولويات أفضل نحتاج أن نصل الضوء عليها وأعتقد أننا إذا أعطينا الفرصة لهؤلاء الأشخاص الاتصال بالإنترنت فإن حجم الاقتصاد العالمي 105 مليار عفوا تريليون دولار سيصبح 200 تريليون دولار شكرا ماركس لك الكلمة أنا أتحدث كمستشار أو كبير مستشارين لمؤسسة ديبلو واسمحوا لي أن أعرض هذه الشريحة هذه الشريحة تعبر عن معرفة المنتدى بالنسبة للمستقبل الرقمي كما تذكرون في عام 2011 في نيروبي تحدث فينت عن أن علينا أن نقوم بالتعديل البيانات أو البحث التنقيب عن البيانات إذا صح التعبير وأنا شاركت في هذا المشروع باستخدام الذكاء الاصطناعي وأنتم ترون هنا على هذه الشريحة التقاطع ما بين المتحدثين والجلسات المختلفة والمعرفة والمحتوى المختلف الذي ذكر فإنه هذا لكي يسهل علينا أن نتمكن من أن نجد طريقنا في كل هذه المعلومات وهذه الشريحة توضح إذن المعرفة من جلسة واحدة التي استقيناها على اليمين وعلى اليسار من يوم واحد هنا في المنتدى ونحن يمكننا أن نضع المزيد من المعلومات على موقعنا ونتطلع إلى العمل مع من يريد أن يحصل على المزيد من المعلومات وهذه المعلومات متاحة على موقعنا شكرا جزيلا مرحبا أنا اسمي جي جي وأعتذر عن ارتدائي نظارة شمس ولكني أحاول أن أتفادى أن يتم التعرف على وجهي من قبل البرمجيات الخاصة بذلك أنا باحث في الإنترنت في مجال الصمود في مواجهة الكوارث وأعتقد أنه من الضروري بالنسبة لهذا المنتدى أن يحقق التوافق في الآراء والتعاون بالنسبة لتطور الإنترنت نحن نريد أن نرى هذا التطور يحدث بحيث يتم إشراك الأشخاص أو المواطنين المهمشين وأنا أريد أن يكون صوت المجموعة التي أنتمي إليها مسموعا في هذا المنتدى ولكني أرى أن الأشخاص الذين أنتمي إلى مجموعتهم يعانون ولا يتم إشراكهم أو لا يتم إسمع صوتهم إذن إننا نريد لهذا المنتدى أن يتطور بنفسي سرعة تطور الإنترنت إن الأصوات الخاصة بالفلسطينيين قد أزيلت من على الإنترنت في الأسبوع الماضي وحجم معاناتهم الآن مخفي عن أعين العالم وأنا أريد أن أشجع المنتدى على أن يفعل شيئا إن مجرد القول أننا نشعر بالأسى تجاه هذا الألم ليس بالكاف فنحن هنا في المجتمع مجتمع المنتدى نجد أشخاص يدافعون عن حقوق الإنسان وأنا أريد أن أقرأ عليكم هذه القصيدة فإن اعتذاركم يجعلني أريد أن أصرخ فإن جسدي مليء بالألم وإن إحساسكم بالذنب ليس كافيا لدينا مشاركة من بنين من المركز الاتصال عن بعد إذا لم نتمكن من سماع صوت المشاركين من بنين سنعطي الكلمة للمتحدث التالية شكرا على هذه القمة الرائعة هذه هي المرة الخامسة التي أحضر فيها المنتدى وأنا من جمهورية الدومينيكان ومركز الاتصال الخاص بنا في الجامعة وبإسمي اشراك الجميع أريد أن أرى المزيد من مشاركة الأشخاص من أمريكا اللاتينية في هذا المنتدى أيضا أريد مشاركة أكثر لأصحاب الإعاقة لأننا عندما نتحدث عن الإنترنت للجميع وإشراك الجميع فإنه من الضروري أن يكون هناك إشراك للجميع فعلي لا يمكن أن نقول أن نريد إنترنت يشرك الجميع أو إنترنت واحد للجميع ولكن لا نرى مختلف المجموعات ممثلة أنا من معهد السياسات العامة وأبحاث الدبلوماسية من نيويورك وأنا أريد إذن أن أشجع على استخدام الإنترنت وتشجيع الشباب على استخدامها شكرا جزيلا شكرا إسمي فالاريس كانيفيتس أنا أدرس درجة الماجستير هنا في الجامعة في كيوتو هذه المرة الأولى التي أحضر فيها منتدى الإنترنت وأنا فعلا منبهر بعدد الأشخاص الذين حضروا هذا المنتدى وعبروا عن أرائهم بشأن موضوعات هامة خاصة في عصر هيمن فيه الذكاء الاصطناعي أريد أن أعطيكم رأيا مختلفا أنا أريد أن أرى المزيد من المبرمجين ومن الأشخاص التقنيين الذين يشاركون فأعتقد أنه سيكون مفيدا بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للبرلمانيين أن يشاركوا ولكن أيضا المزيد من المبرمجين الذين يمكنهم أن يتقاسموا معرفتهم بشأن التكنولوجيا شكرا على حسن انتباهكم شكرا أصعد الله وظاهراتكم اسمي وولتناتس أنا أتحدث بصفة الشخصية وكم منسق لتحالف الدينامي IS 3C تعلق بالمعايير والأمن والسلامة أشكر بطبع كل من عمل على تنظيم هذه المنتظة الشيء الذي أخفني هو أنني لم أحضر أي جلسة حضرها أكثر من 25 شخص وحضرت أيضا جلسات لم يحضرها إلى 3 أشخاص ربما علينا أن نتحر لماذا هذا الوضع أعتقد أن موضوع اهتمام الإجيف هذه السنة كان هاما جدا هذا كان استناعي كان موضوع هاما جدا وسمعت عبارة solutions حلول كل مرة وحين ولكن في الواقع لم نحصل على حلول لأن الحلول في الواقع هي موجودة في هذا المبنى ولكن لم تتقاسم بشكل كافي أنا آتي من تحالفات الدينامية أصالتنا عن نفس نحن قد أنتاجنا تقارير ولكن أين هي تلك التقارير هي معطرف بها من طرف المنتدى غير موجودة في موقع الانتدى هي موجودة في موقع التحالفات ولكن ها ليست موجودة على موقع منتدى إدارة الإنترنت الـ IGF لماذا إذن لماذا كل هذا العمل ولكن لا يعترف به وأخيرا فيما يتعلق بالعهد الرقمي العالمي نحن نتحدث عن هذا العهد منذ مدة زمانية طالت ولكن أنتهزها فرصة من أجل يعادة الكلام عن هذا العهد إن أردنا أن نطلع بمسؤولية أكبر كمنتدى أنه ولو أننا نحققه فقط في 2025 ولكن علينا أن نعد أنفسنا نحتاج إلى موارد نحتاج إلى خطة نحتاج إلى تركيز ونحتاج إلى الصيغة الكاملة لهذا العاد في 2024 حتى نكسب التجربة المطلوبة من أجل المضي قدما بهذا العهد لصالح جماعة الأي جي أف برمتها شكرا شكرا جزيلا ديبرا ألين الآن على الخط شكرا على قبول طلب الكلمة أولا ما أريد قوله هو أن هذا المؤتمر كان ممتازا بالنسبة إلي وأصحاب الشأن الذين أمثلهم هم مشامل مدني في لحاي بهولندا أنا آتي من مدينة نيويورك وأعمل في مجال تصميم الأزياء منذ أقديني من الزمن التسعينات والثمانينات عملت في لحاي على رغم أنني لم أستطع الحضور حسيا أشعرت بأطاقة التي توجد في الصلاة صلاة الاجتماعات وأعتقد أن فينت السيرف الموجود في القاعة من علامات أهمية هذا المحفل هناك فرق ما بين الطريقة التي نقص بها الأمور من الداخل والطريقة التي نقص بها الأمور من خارج أنا لم ألتقي بك شخصيا ولكن من خلال مدخلتك فهمت الفرق ما بين هذين والخبراء في القاعف غالبا كما تعلمون هم شباب هم شباب وهم ينتمون إلى أجيال مختلفة هم ملتي جن وليس من جنراتي ز أو أكس أو من بومر جنراتي هم متعدد الأجيال أنا شعرت بمستوى الشغف كل أولئك الذين تناولوا الكلمة وأستمعت مقاله زميل الهولندي وأنا أيضا أضي صدا لهذا الصوت الهولندي نحتاج إلى أعطاء صوت الأشخاص الذين لا تصل أصواتهم نحن نعيش في عالم ينقسم إلى من هو مرتبط بالخط ومن هو خارج الخط ومن هو الذي لا اهتم بالإنترنت بتاتا أنا في مجال تصميم الأزياء أشعر بذلك بشكل كبير لنصمم مع نموذج لتمويل أعمالنا وأعتقد أن الوقت قد حان اليوم الوقت أنسب وقت هو اليوم للقيام بذلك إذن أتمنى أن تستطيع أعطاء فرص للشباب قدر الإمكان وأنا أعرف أنهم عطشة لأتعاون معك ومع المجموعة تقنية شكرا شكرا لك يا ديبرة أقول جميع أن طريقة حسابي لعمري هو ليس بالأرقام العشرية ولكن بالحكس لذلك فحسب هذه الطريقة في عمري خمسون سنة فقط أنا اسمي سلامة من هيربل من باكستان نريد أن نشكر الموظيفين اليابانين على عملهم الهائل لتنظيم هذا الموعد هذا المنتدى أنا شعرت بشيء من خيبة الأمل في طريقة استقبال والترتيب الأشخاص من دول الإعاقات في إحدى الحصص المخصص للأشخاص من دول الإعاقة كان هناك ثمن متحدثين وأربع أشخاص فقط في القاعة لا أحد كان يهتم بالموضوع أنا أعتقد أننا جميعا علينا أن ندعم الأشخاص من دول الإعاقة وأعتقد أن الاجي اي في المستقبل في طبعته القادمة عليه أن يأخذ عام حمل جد زيادة على المشاركين في هذا النوع من المشاركين ثم هناك مسألة المشاكل التي وجهدتنا لحصول على تأشيرة سفرة اليابان في إسلام آباد قالوا لنا كيف يؤقل أن هذا الحدث العالمي لم تحصل له من أجل الحضور إلا لبريد إلكتروني عادي إيميل سيمبل إيميل أنا لا أعتقد أن بريد إلكتروني عادي سيكفي لتيسير الحصول على تأشيرة أعتقد أن من اللازم أن ترسل ضعوة رسمية هذه مسألة هامة جدا وضابط التأشيرات في السفرة اليابانية لم يكن عالما بالمنتدى وعنقضه في بلده على كل هذه مسألة من فضلكم أن تأخذها على الاعتبار وقد تعلمت الكثير من الأمور وأتمنى تعلم المزيد في الطبعة القادمة للإي جي أف إن شاء الله شكرا شكرا نحاول ربط الاتصال مجددا مع بنين تفضل شكرا أصد الله صباحكم أو ظهيرتكم اسمي عمر فاروق أنا من البنگلديش وأنا مؤسس ورئيس مشروع مع الأسف لم يسمعوا المترجم تتحدث بسرعة كبيرة والصوت غير كاف نحن نعمل من أجل إعطاء صوت للأطفال في المجال الرقمي أتمنى أن يعطى حيز أكبر أسناء القادمة للأطفال والمراهقين والاستماع لشواغلهم قد أحببت كثيرا ما سمعناه من كثير من أصحاب أشياء فيما يتعلق بفوائد العصر الرقمي الأمر الذي أدى شديد أكبر هو أهمية وضع الشباب والأطفال في مركز السياسة والحوكمة الشباب والأطفال قد ولدوا في عصر الرقمي وهم الذين سيبنه ويشهدونه في الغد لذلك نحتاج إلى أعطوهم كل الحيز المطلوب من أجل أن يتعلموا وينموا ويتقدموا شكرا مرحبا اسمي كارابيراسكو أتحدث أصالة عن جمعية الاتصالة التقدمي أولا نشكر اليابان على التنفيذ النجا والفعال لهذا المنتدى إن مكان الاحتضان كان متميزا والغرف كانت جميلة جدا لكن هذه معلومات رجع عني فيما يتعرض بتنفيذ العامل للاجي اف أولا عندما كنت أعدت للمشاركة وعند الوصول صعوبة علي قراءة برنامج الاجي اف المنشور على الإنترنت والأجندة كان مصمما لأشخاص من غير ذي الإعاقة وحتى الوصلات للالتحاق بالجلسة عن بعد لم تكن تشتغل بشكل فعال وكامل بالإضافة عندما بداية ال IGF لاحظت أن هناك بعض عنوين ال التي كانت محظورة في واي فاي المكان نعقاد الاجتماع مثل موقع أمنيستر انترناشنل ومواقع أخرى هذه العنوين محظورة ومحجوبة ولن نعرف لماذا نحن نريد انترنت مفتوحا آمنا ولماذا تحضر وتحجب بعض العنوين نحن نؤمن أن هذا له تأثير على المشاركة وعلى إمكانية استخدام المداخلات التي تأتي من الورشات والمنقشات التي سمعناها في الجلسات الأساسية ولاحظنا أن في بعض الجلسات لم نساهم بشكل ضروري في الأمور الأساسية التي تخصنا نحن نشعر بقرأة فيما تعلق بالهيمنة التي تمارسها بعض نهوج الخاصة المختارة مسبقا لهذا المنتدى فعلى سبيل المثال في مسألة التمثيل لم يكن هناك تمثيل كاف للشباب والنساء والأنواع الجنسية المختلفة ولأصحاب الإعاقة وغالبية الأشخاص من دول الإعاقة الذين تناولوا الكلمة كانوا يتناولونها عن بعد ولم يستطعوا الحصول وأعتقد على الوصول إلى كيوتو وأول أسباب عدم وصولهم هو صعوبة الحصول على التأشير والدعم للتكاليف السفر والإقامة بالنسبة للدول الأفريقية كانت هناك شعوبات جدا في التواصل والسفرات اليابين في وغندا مثلا السفارة اليابينية امتنعت من توفير تأشير لأكثر من عشر أشخاص المتحدثة مع الأسف تقرأ بسرعة فائقة نصها ويستعصي على المترجم أن يواكب ما تقوله لذلك فنحن نطلب منكم في الطبعة القادمة أن تأخذوا مع الاعتبار التزامات الحكومات لتوفير عملية واضحة وسهلة الوصول حتى يستطيع جميع المشاركين الوصول إلى هذا الفضاء الحيوي ونرجو منكم أن تخبروا السفارات والبعثات الدبلوماسية في أقرب أجل ممكن لتيسير إجراءات التأشير وخاصة من الجنوب العالمي وخاصة من أفريقيا مع المترجم للأسف علي أن أقاطعك almost double your time you can send it to the IGF secretariat and we'll look into it I wasn't aware of the first to look into that as well أشكر سمعنا رسالتك شكرا شكرا على التنظيم هذه طبعة المتميزة من المنتدى لماذا تناول الكلمة لأن المنتدى يقوم بأكثر ما هو مطلوب عندنا التحالفات الدلمية عندنا شبكات السياسات وهذه كلها تحتاج لمزيد من الموارد خاصة أن نمصنا مرحلة حاسمة في مستقبل المنتدى أعتقد أن لازم أن نتواصل مع الجهات الخارجية حتى نحصل على مزيد من الموارد في داخل المنتدى نحن بالطبع نحاول أن نقدم دعم للمنتديات الوطنية والإقليمية ولكن ربما هذا الجهد غير كاف أعتقد أن هناك مصادر تمويل ممكنة في خارج بوثقتنا نحن يمكننا أيضا أن تواصل معهم لاستحصال مزيد من الموارد تعلمون ما أهميتهم مركزية الموارد أجل لجنة القيادة تعرف ذلك ولا يمكن أن نؤدي ما هو منتظر مننا ونحن منعزلون شكرا مرحبا اسمي بيا بربوزا أنتم إلى مجتمع المدني أصلا عن تحالف الحقوق على الشبكة وهو تحالف يتكون من أكثر من خمسين منظمة مجتمع مدني كثير منهم موجودون معنا في كيوتو نشكر اليابان على احتضانه لهذا المنتدى ونرحب أيضا بعودة البرازيل في دور ريادي هذه أسنة مثل مكافحة أوجه الإنصاف ولمساواة وحماية على الخاطة ولكن الكثير من الأمور ينبغي أن يتم في داخل البلاد لأن البرازيل يواجه تفاوتات عدة فيما يتعلق بالنفاذ للإنترنت وعلى الرغم من أن البرازيل دور ريادي لضمان حقوق مستخدمي الإنترنت فإن البرازيل لا تكافح بشكل ملائم موجات المتكررة للحملة التغليطية وخطاب الكراهية على الإنترنت ولا حقوق الأطفال والنساء وذوي البشرة السوداء ومجتمع الميم علينا إذن أن نعمل بشكل أفضل في البرازيل لذلك فنحن نرحب بمقترح البرازيل واللجنة توجيهية له لعقد اجتماع متعدد أصحاب الشأن السنة القادمة في البرازيل لتحقيق الإنترنت الذي نبتغيه مرحبا أنا اسمي أنا أبدي من ديجوتل ميدوسا في 2018 كنت حضرت المنتدى وكنا فيه تحدثنا عن الذكاء الإصطناعي الأول مرة وحضرت طبعات هذه السنة منتمانية أن يتم الحديث بشكل فعلي عن الذكاء الإصطناعي ولكننا لم نتحدث إلا على حوكمة الإنترنت أعتقد أن محفلنا هذا هو المكان الأنسب للحديث عن الذكاء وأتمنى أن الطبعات القادمة ستخصص للذكاء الإصطناعي بشكل أكبر ثم هناك مسألة أخرى فيما يتعلق بالمشاركة في الورشات المختلفة مع الأسف لم ندعو الجماعات التقنية لحضور ورشاتنا وهم يساهلون عن الحضور عن بعض ولكنهم يشاركوا في نقاشات نحن أعتقد أن نلازم أن ننتبه على هذه المسألة وعلينا أيضا أن نكافح من يدعي أننا غارقون في الإنترنت وسط مضامين سيئة وتضليلية هذا غير صحيح مئة في المئة علينا إذن أن نكون حاذرين جدا خاصة عندما يأتي هذا الكلام من أناس رفيع المستوى وننتحدث أيضا عن حكمة الإنترنت الموصولية مسألة هاما علينا أن لا نعتبر أن تنتق مسألة أو أدات دائمة من جراء نفسها شكرا لنحاول نتصل ببنين مجددا ببنين نود أن يتم التركيز على النهض بدور المرأة البنينية ونريد أيضا أن نتحدث عن الأخلاقيات في الإنترنت نحن في بنين نهتم بما يجري على الصعيد الدولي تطورات الإنترنت مع الأسف الصوت متقطع جدا بالنسبة للمترجم نحن لن نستطيع أن نعتبر أن العالم ممكن بدون الإنترنت فكل شيء يحتاج إلى الإنترنت وعلينا بالتالي أن نوعية الجميع بأهمية ومركزية الإنترنت وخاصة لدي نساء عندنا النساء مقصاعة على الصعيد الاقتصادي وأكثر إقصاء على الصعيد الاقتصادي والداء ربما قد يكون الإنترنت هو العصة السحرية لإخراج المرأة من هذا الإقصاء مسألة أخرى أشكر يابانا على تنظيم هذا المنتدى فكثير من الناس عندنا كانوا لم يسمعوا قط عن منتدى إدارة الإنترنت وعن أنشطته وبمجرد علمهم بذلك اهتموا بكثرة لذلك نشكر المنظمين على كل ما قاموا به وكل المتحدثين على كل ما قالوها لاحظت أيضا بطبع أن هناك كثير من الخبراء الذين حضروا هذه القمة وتوصيات عدة خرجت منها نحن نتمنى أن يتم ترجمة هذه التوصيات إلى أعمال سياسية لقرارات سياسية وأن يأخذها الساسة بعين الاعتبار حتى يفيد كل هذا العمل الناس في أفريقيا شكرا مرحبا اسمي بختيار مامدو أنا نائب رئيس إدارة وزارة التنمية الرقمية والاتصالات في جمهورية أزربيجان يشرفني ويسرني توجيه سلامي للمشاركين في الـ IGF هذه السنة للـ IGF مستقبل زاهر والقمة العالمية المجتمعية المعلومات كانت قررت جمع ممثلين مختلفين جميع أصحاب الشأن في بوثقة واحدة ألا وهي منتدى إدارة الإنترنت مما يمكن أناسا من خلفية مختلفة وتخصصات مختلفة أن يجتمعوا وحل مشاكل تتصل بتنمية الإنترنت وأنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا الهدف أنا شاركته في طبعة 2012 قبل 11 سنة الأمور تعقدت الآن ونرى أن هناك بوادر تحسن حقيقية وعنده ملاحظات عما قامت بها أزربيجان في تطبيق تكنولوجيا والابتكار تحول الرقمي هو في صدرة أولويات حكومة أزربيجان والوضع الراهن يتطلب اقتصادا قويا ونحن نعتبر أن التكنولوجيا هذا الرغم من قلة الموارد هي من الأمور الهامة هي والابتكار لتنمية البلدان نحتاج إلى اقتصاد رقمي قوي لتحقيق الأهداف والاجتمالية والتنمية أو النمو المستدامة التنفسية هي أيضا من الأمور التي نحتاج لها ونحتاج أيضا إلى زيادة مستوى صمودنا وبالطبع سمعنا أكثر من مرة أن أكثر من 2600 مليون شخص لا زالوا غير موصولين بالإنترنت وأزربيجان تعمل كل ما في جهدها منذ 2004 ونحاول أن نغطي بنسبة 100% بالنطاق الوسع كل أنحاء البلاد بسرعة لا تقل عن 25 ميجا بايت لثانية ونتعاون مع القطاع الخاص لتنصيب هذه البنية التحتية هذه الأنشطة التي قمنا بها لتنفيذ هذه الأمور ومن بين إنجاز أخرى الأزربيجان إقامة مذن ذاكية وخرى ذاكية في الأماكن المحررة الجديدة والتي يعود إليها الناس بعد 30 سنة من النزوح الداخلي شكرا وأتمنى أن يتم تقاسم مثل هذه التجارب في المستقبل وهذه الممارسات الفضلة مع أصحابي شاء المختلفين وأن يتقاسم معنا تجربهم أتمنى لكم كل النجاح شكرا أمين شنطن أمين شنطن أ学习 أمين شنطن لذلك تحديث في المتحدة أمين شنطن شكرا أمين شنطن أمين شنطن شنطن أتمنى أن يتم عقد مثل هذا المنتدى في الدول المختلفة وأتمنى أيضا أن يتم إلى أهمية الموضوع العملات الرقمية شكرا مرحبا أنا جيمس كريدر أسويلو من جمهورية الفلبين طبع أولا أهني وحكومة اليابان وليواند إيسا وكل الرجال والنساء الذين ساهموا في إنجاح طبعات 2023 للإي جي أف تقاسم معكم ثلاث مراحلات وبعض المقترحات أولا أقترح كان هناك إمكانية في إيجاد فرص لحطي أضاء الحكومات لاستحداث مجلس حكمة الإنترنت في إحدى وزارات كل دولة عضو لرفع التحديات التي تتواجهنا اليوم وهي عديدة والتي تتعلق بموضوع الإنترنت والرقمنة والابتكار ثانيا أحوث الحكومات في العالم لإجازة قوانين وتشريعات من أجل تيسير توفير التحفيزات من القطاع الخاص والشركات ودعوتها لاستثمار في المناطق الريفية لزيادة الموصولية للإنترنت وثالثا إيجاد وسيلة لحطي الحكومات والقطاع الخاصة لدعم مبادرة شركات الصغرى والناشئة ولتيسير النفاذ للتمويل والإشراف وللوصول لأسواق شكرا شكرا مرحبا اسمي سباستان باشولي أنا أعضو في الهائرة الفرنسية للإي جي أف ورئيس المستهلكين الأوروبيين في إي كان شكرا لزملاء في بنين الذين استخدموا لغة أخرى ليست اللغة الإنجليزية أعتقد أن هذا المكان ينبغي أن يكون مكانا متعدد اللغات وإن لم يبقى متعدد اللغات فسيواجهه مشكلة كبرى علينا أن نستخدم الأدوات المتوفرة أمامنا وهي الترجمة نشكر بطبع نجدد الشكر للحكومة اليابانية وأشكر جميع الفعالين الآخرين لدي شكرا لك في تنظيم هذا المؤتمر في اليابان أعتقد أن المؤتمر متعدد الأطراف لا تنظم فقط من طرف حكومة البلد المضيف بل تنظم أيضا من طرف فعالين آخرين من القطاع الخاص ومجتمع المدني أنا أعتقد أيضا أن كثافة الاجتماعات تفقدها الفائدة التي ننتظرها منها أعتقد أنه كان بإمكاننا أن نرشد عدد الجلسات وجعل الجلسات أكثر تفاعلية وفائدة أعتقد أننا تحدثنا كثيرا عن الذكاء الاصطناعي أعتقد أن الوقت قد حان أيضا للتحدث عن ذكائنا الجماعي البشري الذي جمعنا في هذا المكان شكرا سأتحدث بالإسبانية شكرا اسمي جريمو هيرمس أنا من البرازيل أنا شخصا من ذوي الانتماء الجنسي المختلف وأريد أن أركز أنه لم يتم إلى الأهمية لهذه الجماعات المهمشة جماعة الميم التي لازلت تعاني من التهميش والتي تعرض للمهددات وهؤلاء الأشخاص هم الذين ينبغي أن يولوا الأهمية الأكبر ولذلك عندما آتي لأتسجل لحدات ولا تعطى لي إمكانية لتعريف عن نفسي كشخص من مجتمع الميم وكل الخيارات الممكنة لتعريف الشخص ليس هناك ذكر وأنت فقط في البرازيل هناك هذه الإمكانيات وأنا أعتقد أنه من اللازم أن نستطيع أن نشارك في هذه النقاشات وهذه التهديدات التي تحدق بنا ينبغي أن نستمر في النقاش في هذا المشأل خاصة مع الأشخاص الذين لهم أجساد مختلفة وتوجهات مختلفة علينا أن نستمر في التحاول مع أولئي الناس على الرغم من النفاق وعلينا أن نضمن الاجتمالية اجتمالية كل هؤلاء الأشخاص في النقاشات المختلفة فهذه أجساد مختلفة وينبغي أن تُعطى لهم جميعاً الكلمة أنا مع زميلة سيدة ترجمة نحن زملاء في الحوار الأوروبي لحكمة الإنترنت برنامج يوث تيك أود أن أنتعز فرصة من أجل أن أشيدها بالعمل الجبر الذي تقدم المجتمع الإنترنت المجموعة الدائمة لإنترنت طرفي الشباب وفي طبعة دليلها الأخيرة الذي نشرها مؤخراً وأنتعز فرصة مع نتالي لتقديم يوث تيك رسائل يوث تيك لهذه السنة أربع موضوعات بسرعة الموضوع الأول هو أن نريد أن نهرق مستقبلاً أزهر باستخدام الذكاء الاصطناعي للأمان والسلامة والازدهار للجميع ونريد أيضاً أن يكون هناك قيادة في الأدوار لتوجيه التكائل الاصطناعي ونريد أيضاً أن نعمل من أجل تفادي نقاط الفشل المنفردة ونريد أيضاً أن نكثف الجهد على التدعيات الأخلاقية لذكاء الاصطناعي على الشباب ونريد من المجتمع العالمي أن يعتبر ذكاء الاصطناعي كبضعة مشتركة يشترك في ملكيتها الجميع المتحدة يتحدث بصرعة رهيبة جداً يصور المترجم مواكبته ونريد مسائل جميع حكومات على كل التزاماتهم في إعلانة مختلفة على سبيل المتحدة إعلان العالمية على مستقبل الإنترنت وأيضاً الالتزامات الحكومية لتفادي تجزاء الإنترنت ونريد أيضاً إطار للنضالية على الإنترنت ونريد خاصةً وقبل كل شاء أن يتم أخذ من الاعتبار رسائل الشباب الحاضرة والمستقبلية شكراً شكراً بالإضافة نريد أيضاً أن نبني منظومة أكولوجية رقمية ذات ضمير ونريد تأهيل الأطفال وشباب في استخدام الإنترنت وتخفيف المخاطر في نفس الوقت نريد التعامل مع جميع أصحاب الشأن لإعلاء أصوات الجهات المهمشة وبنسبة المعطقة الريفية نرجو أن يتم مد البناءات التحتية لتوصيلهم للإنترنت والاستثمار بالأجل ذلك ونريد أيضاً أن يكون هناك تشغيل متبادل حتى نتفادى عدم التحادث مع نماذج الإنترنت المختلفة وحماية بالطبع الحقوق الفردية وحقوق الإنسان وتمنى أن رسائل الشباب هذه يمكن أن تنفذ وأن يعمل على أساسها شكراً 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 من أكسس نام ومعي هيلاريا نتحدث آسرة عن منظمات المجتمع المدني من أجل أن ننبه بخطر قرار حكومة العربية السعودية أو بأن العربية السعودية التي ستحضر الاجتماع القادم السنوي ندعوكم لقلب هذا القرار وعدم تمكين سعودية العربية بتنظيم الطبعة القادمة السعودية العربية قد قامت بحملات غير منقطعة ومستمرة ضد حرية التعبير في داخل الخط وفي خارج الخط النشاطة يتم تعذيبهم اعتقالهم تعريضهم للقتل والعنف لمجرد إطلاق بعض الرسائل على تويتر حكم على أحدهم بـ 54 سنة سجنا إلى آخر المتحدة تحدث بسرعة رهيبة ونحن نتفي بالعيد الخامس أو العيد أو الذكرى الخامس لاغتيال خاشقجي لم يتم حالة أي أحد على القضاء الرياض ليست مكانا آمنا للمجموعة المهمشة والحقوق الإنسان ومدفع حقوق الإنسان والمجموعات التي انتمي لمجتمعي الميم لذلك نعتقد أن العربية السعودية هي من الأماكن الأكثر خطورة في العمل في العالم لتمكن النساء المشاركة مع الأسف علي أن أوقفك الوقت علي أن أوقفك مع الأسف وأنا شخصيا لا أستطيع أن أرخيص للعمل عندنا لسفر ذلك البلد عندنا مدونة سلوك سيدي ولا يمكننا أن نشجع على مثل النداءات التي قلتها للتو أطلب منك أن تحترم ذلك أعلم أن هناك بعض الشواغل ولكن طريقة تعبير عنها لتتلائم طريقة تعبير شكرا شكرا أنا أعبر عن وقائعة وأنا مستعد لتناقش معكم إن أردتم تحقيق في هذه الوقاعة خارج الخاطئ أعطي الكلمة لزميلتي بسبب الأمور التي قالها الزميل الشعر أن مصدقية النجم تعدد أصحاب الشان معرض للخطر ومشاركة المجتمع المدني لها دور حيو في النموذ بشعر الأطراف وإن كان السياق الذي تدعون له في طبع القادمة للمنتدى غير قمينا لحضور جميع مشكلات ومكونات المجتمع المدني بشكل مغزى فإن ذلك يجازف بمستقبل الآي جي ايف لذلك الآي جي ايف يعتبر حلقة أساسية في حوكمة الانترنت والتعاون الرقمي لذلك ندعوكم مجددا أن تعيد النظر في قرار عقد الطبع القادمة من الاجي في سعودية مجددا مجددا لكم على إنجاح الآي جي اف الفينتون وعشرين وبمأني أن تميل جماعتي التقنية الأعوام الأربعة والخمسة المصرمة كانت منئة ابتحديات بالنسبة لي حاولت أن أتقدم بمشروع للورشة التي تعمل على تكنولوجيات بنى تحتية للإنترنت وخاصة مسألة الذكاء الاجتماعي بعد خروج تجيبتي للوجود ولكن كانت المسألة صعبة جدا أعلم أن التقنية يفهمون الصعوبة أعتقد أنه لازلت فصول عريضة لازل من اللازم أن نناقشها في منتدى إدارة الإنترنت أتمنى أن نستمع بشكل أكبر لمزيد من الممثلين عن القطاع التقني وأننا نتحدث فقط عن التكنولوجيات الناشئة هناك أيضا موالد الحارجة للإنترنت والبنى التحتية الحارجة للإنترنت وأيضا المسائل المتعلقة المصولية والحوكم الرقمي عموما أعتقد أن العديد قد جلسوا ولكن بما أنك وقفت فيمكن أن تلقي الكلمة اسمي تسكولشي وأنا من المجتمع المدني في ألمانيا أنا هذه أول أول تجربة لي وأود أن أشكر الجميع بمن فيهم الأمانة العامة على التنظيم لهذا الاجتماع كلكم رائعين بصفتي باحث فأنا أقدر أنه تم أفقا أنا أعمل في المجتمع المدني وأنا ممتن لأنكم نقاشت مسائل متعلقة بحماية الأطفال أن حماية الأطفال وكل مقاربة قائمة على حماية الأطفال ستكون نهجا ناجحا للجميع ولكل من يعمل على الإنترنت وخارج الإنترنت أشكر كل من وضع ثقته في وأمل بأننا سنتمكن من العمل من أجل مناصرة قضايانا دوليا أود أن اختتم وأمل قائلا بأننا عندما سنجتمع في المنتدى في العام المقبل سيكون العالم يسوده السلام وتقل فيه الصراعات وشكرا الآن أو عبر أو عبر الإنترنت أنا أقدر الكلمات كلمات الامتنان التي سمعناها ولسيما من أجل من أجل شكر زملائي في الوزارة وكذلك في القطاع الخاص والذين عملوا بكد وجد حتى ينظموا لهذا المؤتمر وأود أيضا أن أقدم كلمات الشكر إلى اجتماعي إلى فريق الأمم المتحدة وكذلك فريق الرقمنا والدكتور سيرف الجالس معنا هنا قد تفهمون شعوري بالحماس عندما أرى بأن عراب الانترنت لا بل والد الانترنت جالس إلى جانب حتى ابني قال لي بأنه متحمس جدا لوجوده في كيوتو نشكره على مشاركته في الجلسات والذي كل وكل الأفكار التي صبت في خانة تحقيق الانترنت التي نصب إليها علينا أن نثابر في السنوات المقبلة ونود أن نؤكد بأن حكومتنا ملتزمة لتشجيع واعتماد نهج تعدد أصحاب المصلحة الذي وضعه الذي يتبعه منتدى حوكمة الانترنت دعونا نناقش كل هذه المسائل وندعم المنتدى إضافة إلى الاتفاق الرقمي العالمي دعونا نعمل معا أيضاً في استعراض قمة الوسس بعد عشرين سنة من تأسيسها أنا إذن أود أن أقول لكم بأنني أمثل الحكومة اليابانية والشعب الياباني وأقول لكم بأنني حقاً ممتن لكل شخص ساهم في هذا المؤتمر وأدى إلى نجاحه وشكراً شكراً لماذا يبتسم هذا الشخص لأنه لأننا اقتربنا من نهاية هذا المؤتمر وهو قد عمل بكد وجد على إنشاحه نحن هنا قد انتهى وقت هذه الجلسة ولكن لم ينتهي وقت هذه الجلسة على الإنترنت يمكن أن تعقبوا وأن تساهموا بأفكاركم علماً بأن كل شيء مسجل ويمكن أن يكون مرجعاً لنا أنا أتطلع للالتقاء بكم في العام الماضي في العام المقبل عفواً آمل أنكم ستستمرون بالمشاركة في فعاليات منتدى حوكمة الإنترنت وأود منكم أن أيضاً تساهموا في فريق القيادة والفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين من الآن وحتى انعقاد الدورة المقبلة لمنتدى حوكمة الإنترنت وشكراً شكراً جزيلاً بهذا ننتهي من الجلسة المعنونة المايكروفونات المفتوحة التصفيق لسيد بول ميتشل وهو الرئيس الخارج للمعق الفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر